هل يمكن الرئاسي أن يتحرك ضد البرلمان والمجلس الأعلى للدولة؟ يفكح له القانون الليبي إعلان حالة الطوارئ باعتباره أعلى سلطة سياسية في ليبيا وأن يجمد مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لكنها خطوة خطيرة سيرفضها البرلمان وسيجد أطراف إقليمية ودولية تدعمه في هذا الابتجاه وبالتالي هي خطوة صعبة والمجلس الرئاسي لا يملك الأدوات لتفكير بما أنك تتحدث عن أدوات المجلس الرئاسي وقدرته على إدارة الوضع أو المشهد في البلاد أنا أسأل عن بيان المجلس الرئاسي الذي صدر بعد رفض مجلس الدولة للمبادرة المجلس الرئاسي كيف رأيت هذا البيان؟ البيان هو تقريباً لغة البيان لا يريد أن يصاعد ويتنصل من مسؤولية فشل هذه فشل الدعوة للحوار فشل الحوار ويريد من خلال هذا البيان الهزيل الحقيقة لم يعودنا المجلس الرئاسي إلا على مواقف هزيلة وبيانات هزيلة لا تنتظروا مني الشعب الليبي رأوا ما ترجوش مني أني نيه سنأخذ موقف حازم أو دعيتهم للاجتماع ولم يستجيبوا والمجلس الأعلى للدولة رفض في جلسة رسمية إذن أنا سأصاعد وسيكون لدي مواقف حازمة ضد مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وسأجمدهم بقرارات وبمراسيم رئاسية وسأكلف المجلس الأعلى للقضاء لا ننتظر كل هذه النتائج يحملهم المسؤولية التاريخية أمام الشعب الليبي إذن المجلس الرئاسي باقي في عجزه وفي ضعفه